طبيعة الاستثمارات في هذه المدينة شكلها هيكون عامل ازاي وفي اي قطاع يعني هل مثلا المستثمر اللي هيجي هيجي المستثمر المهتم فقط بقطاع السياحة ولا فيه مجالات مختلفة نحن امام مدينة متكاملة مدينة مليونية اتصور ان هي من الممكن ان تستوعب نحو 3 مليون مواطن مع اكتمالها الشريط الساحلي عندنا فيه الاستثمار السياحي اللي هو مرتفع التكلفة بنجي بعد كده بعد الطريق الساحلي بنلاقي المشروعات العقارية ثم بعد ذلك هنلاقي السياحة العلاجية والخدمية عندنا المجمع الطبي وعندنا الجامعات عند جامعة العالمين الاهلية وعند ايضا فرع لجامعة الاكاديمية العربية العلوم والتكنولوجيا وهناك ايضا مجمع صناعي كبير على خمس تلاف فدان اكبر من خمس تلاف فدان بدأت باكورة المصانع فيه تكون موجودة وهناك فرص استثمارية في القطاع الصناعي موجودة ايضا لدينا استثمارات في القطاع الزراعي في المغرة لدينا استثمارات قطاع زراعي متنوعة القضية بالنسبة لي في ايه اننا امام مدينة متكاملة يستطيع الجميع ان هو يحصل فيها على فرص هناك من بادر وذهب من سيذهب اولا سيحصل على مزايا افضل نيجي بعد كده يا سيد محمد بيقولي ياه لو كنا جينا هنا من زمان طب ما تفضل احنا لسه لان هذه المشروعات المدينة بدأت ولكن امامها الكثير تحتاج الى جهد كبير تحتاج منا الى الكثير فمن سيذهب اولا سيحصل على المزايا الناس لما بتيجي تشوف الوحدات العقارية مثلا في السحل الشمالي ويقولوا اه ده بسعر كذا بس اللي جمزة مان اشتروها صحيح طب يلا تفضل اتكلم المعايز بس اكد بخصوص الاستثمار العقاري والسياحي ان هذه المدينة بتقدم منتج عقاري متنوح يعني هناك اسكان اجتماعي هناك اسكان متوسط هناك اسكان فاخر شريحة الاسكان الفاخر البعض بتصور ان هي ضد الاقتصاد وان حد يقولك ان هو ليه استثمار عقاري لا احنا نستثمر استثمار صناعي هم النوعين من الاستثمار ليسوا بديلا عن بعضهم البعض انا المستثمر هو اللي بيحدد انا لازم لابد ان اجبع رغبة هذه الشريحة لانه لو لم يجد هذا المنتج السياحي في بلده المستثمر العقاري الميصور سيذهب الى الخارج فالمدينة بتطبق استراتيجيتين استراتيجية احلال الوردات انا شايف ان حتى في الخدمات بنعمل احلال الوردات لان هذا المستثمر اللي كان بيشتري في دبي اللي كان بيشتري في ابرص في اليونان في تركيا في لندن بيذهب الى مدن اخرى علشان يلاقي ليه متطلبات معينة اه عايز ميزة عايز مية مش هنلاقي مية احسن من المية اللي عندنا جو مش هنلاقي احسن من الجو اللي عندنا بس كان عندي صعوبات المدينة الطرق مكتش موجودة النهاردة المسافة المسافة من القاهرة للعالمين اصبحت بسيطة جداً في طريق ممهد جداً المنطقة نفسها في منطقة متوسطة العالمين متوسطة ما بين القاهرة والاسكندرية ومرسمة تروح كمان مستقبلها بقى اللي بنشجعه ان هو يذهب ده انت القطر السريع فوق السرعة اللي ما بين العين السخن العالمين ومحطته في 6 اكتوبر انت لما تركب القطر في 6 اكتوبر تروح العالمين هتصبح العالمين كأنها حي من احياء القاهرة مع ابتتاح هذا المشروع في عشرين او عشرين او عشرين فالمستقبل بتاعها مستقبل كبير جداً في نفس الوقت انا منعت او شجعت المستثمرين العقاريين اللي كانوا هيسافروا يشتروا برا لا اتفضل اشتري عندي في نفس الوقت ان من خلال المهرجان لما شفنا عرب موجودين العرب كانوا متعودين ينزلوا القاهرة وفي الجيزة لما بقدم لهم منتج جديد بقول له اتفضل انا عندي بحر مش هتلاقيه في الملضيف انا عندي امكانيات سياحية فائقة المستوى على طول لا يبدأ يشتري عندي فيبقى انا كده عملت فكرة تصدير العقار وطبقت استراتيجية التصدير فكرة تصدير الخدمات يا سيد محمد التصدير ليس فقط تصدير للصناعة فلكن يمكن ان اصدر الخدمات لان هذه المدينة مع اكتمال المركز الطبي يمكن ان اصدر خدمة العلاج لان لان النهاردة انا لو ما هيجيلي مرضى او مريدين الاستشفاء في اجواء جيدة او امور متعلقة بالعلاج الطبيعي او اسنان او غيره لما هيجي وسكم في العالمين ويتعالج ويكون بالاستشفاء في المركز الطبي العالمي ربما يكون ذلك ارخص من تكلفة في بلد في نفس الوقت عند سياحة تعليمية واذا كنا بنتحدث عن جماعتين فالقطاع الخاص مدعو له انشاء عشرات الجماعات لان انت في مكان قريب جدا من القاهرة قريب جدا اسكندريا المطروح قريب جدا للعالم الخارجي فالقضية ان اللي جاي افضل بكثير لابد ان نصلت الضوء على كافة الكطاعات نفس الوقت في الكطاع الصناعي المجمع الصناعي موجود المستثمر الصناعي واذا مستثمر له طبيعة خاصة لانه هو لابد ان يكون لديه دراية بصناعته لديه تجربة سابقة فجازب هذا المستثمر في هذه المنطقة بيتم من خلال الحوافز اللي بتقدمها الدولة وهي موجودة زي الاعفاءات الضريبية زي الاعفاءات الضريبية المتنوعة وهذه المدينة بتدخل ضمن استراتيجية الدولة وبتدخل ضمن استراتيجية طعميك الصناعات والدولة مش بس من خلال المنطقة الصناعية اللي موجودة في العالمين بتقدم صناعات كبيرة ولكنها طرحت اهراض المطورين الصناعيين بحيث يكون هناك وحدات صغيرة للصناعات الحرافية والخدمات كمان يا دكتور المصنع بيهمه كمان ازاي هوصل المادة الخام للمنطقة الصناعية وزاي هخرج بالمنتج من المنطقة الصناعية دي طبعا لان المدينة كمان قريبة جدا من ميناء جغبوب الجديد الربط ما بينها النهاردة هذه المدينة الربط ما بينها وما بين البحر الاحمر والبحر المتوسط يعني لما هيصنع اذا حابب يصنع من البحر المتوسط هيصدر مباشر اذا حابب يصدر من البحر الاحمر بداعته هتمر الى البحر الاحمر دون عبور قناة السويس فهتوفر معاه في التكلفة لانه هيقبر من خلال الكتار الجديد مزايا نسبية كبيرة جدا للمستثمرين الصناعيين